وفي المقابل أعلن الاحتلال الإسرائيلي إن عدد ضحياه منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى بلغ أكثر من 1200 قتيل وكذا استمرار المقاومة الفلسطينية في ضرب المدن الإسرائيلية بالصواريخ خصوصا تل أبيب جاء ارتفاع قتل الكيان الصهيوني مع دفعة جديدة لصواريخ المقاومة الفلسطينية على عدة مدن إسرائيلية فيما أكدت مصادر مطلعة في الجانب الإسرائيلي إن إجمالي جرح الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 2740 مصاب هذا وسادفت المقاومة الفلسطينية المطارات والمنشآت الحيوية في إسرائيل بالصواريخ ما أدى إلى شلل في تقديم الخدمات لمواطني المدن المستهدفة ترجمة نانسي قنقر